السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول تعليم زراعي أهلا وسهلا بيكم في حلقاتنا النهاردة حلقاتنا النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة مختلفة عن بقية الحلقات إيه يا ليه؟ لأن الحلقة دي إن شاء الله هتكون حلقة إسرائية عن المنهج بتاع الفصل الدراسي التاني إحنا الأسابيع اللي فاتت الحمد لله خدنا المراجعة بتاعتنا وخدنا الأسئلة المتوقعة وامتحنة والحمد لله بالتوفيق والنجاح النهاردة بقى عايزين يديكم كده فكرة بسيطة جدا عن الفصل الدراسي التاني المحتويات بتاع المنهج في الفصل الدراسي التاني المنهج في الفصل الدراسي التاني منهج سري جدا بالمعلومات الجميلة وفي حاجات إن شاء الله هتقديها عملي في المعمل بتكذب الطالب جدا طبعا إحنا في الفصل الدراسي الأول خدنا تلات أبواب اللي هي تلات وحدات الوحدة الأولى والوحدة التانية والوحدة التالتة وكانت كلها بتشمل بتبقى مقدمة عن علم الصناعات الزراعية وعرفنا يعني كلمة صناعات زراعية والصناعات القائمة على الصناعات الزراعية وأسباب انتشار الصناعات الزراعية كلمنا برضو في الوحدات اللي فاتت ادينا البنية الأساسية اللي حنبني عليها بقية المنهج كله ايه هي البنية الأساسية ان احنا خدنا المحالية اللي عرفنا ازاي تعمل محلول سكري وازاي تعرف تعمل محلول ملحي لان ده الأساس اللي هتستخدمه في الفصل الدراسي التاني عرفت ازاي تعمل قياسات ايدرومترية وان انت بتستخدم الايدرومترات المختلفة في قياس تركيز المواد الصلبة سواء كانت السكر او الملح ازاي تعرف عن طريق مربع بيرسون تحسب الكميات والاضافات المفروض تعملها عشان تحسب وزنتك صح بحيث ان انت تعمل محلول سكري او ملحي بطريقة صحيحة ليه بنام المحليل دي عشان دي حندخلها في الصناعات الغذائية صناعة التعليم صناعة التكفيف كل الصناعات قائمة على المحليل برضو خدنا بعد كده ازاي نقيس خدنا جهاز مشهور جدا وانا تمالي كنت تبدي فيه جزء العملي اللي هو جهاز الريفراكتوميتر ازاي انت تقيس بالريفراكتوميتر نسبة المواد الصلبة الدايبة في كل من المرباط وصلصة الطماطم وهي النظرية اللي اشتغل عليها الريفراكتوميتر سيان كان ايدرومترات او رفراكتوميترات احنا الجزء ده ضمنا كويس جدا وعرفناه عشان لما نيجي على الفصل الدراسي التاني نبتدي نشرح واحنا عارفين عندنا الاساس سليم ومعروف بعد كده دخلنا برضو عن طرق حفز الاغذية دي كانت الفصل الدراسي التالت اللي هو الوحدة التالتة الحفز الاغذية وخدنا طرق الحفز المختلفة خدنا الحفز عن طريق الحرارة المرتفعة والحفز عن طريق الحرارة المنخفضة وخدنا عمليات التبريد خدنا عمليات التجميد خدنا عملية البسترة خدنا عملية التعقيم وخدنا عملية الحفز عن طريق التحكم في الرطوبة اللي هي زي اضافة الملح واضافة السكر وعملية التكفيف نفسها وعرفنا إيه هي أنواع التكفيف قلنا التكفيف الشمسي والتكفيف الصناعي وقلنا إزاي إحنا نوصل للتكفيف نسبة التكفيف المناسبة عشان خاطر ما يحصلش أي نوع من الفساد في النسبة للمادة الغذائية خدنا إيه هي فوائد التكفيف وعيوب التكفيف كل دي كانت طريقة حفز باستخدام التحكم في الرتوبة اتكلمنا برضو عن المواد الحفظة اللي باستخدمها في المواد الغذائية وعرفنا المواد الحفظة في منها أنواع جديرة جدا احنا منستخدمش اي مادة حفظة لا ده احنا قلنا فيه شروط ينبغي ان احنا نرعيها في استخدام نوع المواد الحفظة ولازم تكون وردة في المواصفة القياسية لان احنا ما نقدرش نستخدم اي مادة حفظة الا ما تكون موجودة في المواصفة القياسية بالنسبة المحددة عشان ما حصلش للانسان اي نوع من انواع يعني ما يبقاش صح يعني بعد كده خدنا طبعا برضو الحفظ بالتدخين عرفنا يعني ازاي نعمل عمليات التدخين وخدنا كمان الحفظ بالتخمرات المختلفة واللي هي هي هيبقى فيه جزء كبير عن التخمر النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة عشان نعرف التخمرات استخدمناها ازاي في حفظ المواد الغذائية ان شاء الله باذن الله الفصل الدراسي التاني ده هيشمل تلات وحدات عندك تلات وحدات كلهم مبنيين على بعض اول حاجة عندنا هناخد في الوحدة الاولى اللي هي صناعة العصير صناعة العصير بكل انواعه بكل انواعه وهتكلم على جزء خاص بيهم برضو في الفحدة التانية هناخد حاجة عن المخللات يعني ازاي ازاي تعمل المخلل وازاي هي طرق السليمة لعمل التخليل وايه هي عيوب التخليل وايه هي العوامل اللي بتأثر على عملية التخمر اللاكتيكي اللي بتتم داخل التخليل برضو هناخد جزء مهم جدا عن فساد الاغذية وعملية التسمم الغذائي وحنعرف كل حاجة مادة غذائية ازاي بايه نوع هذا الفساد وهل هذا الفساد مقبول او ممكن علاجه الكلام ده هيكون من خلال الوحدة اللي احنا هنقولها اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وحنشوف ايه المكونات بتاعتها ونبتدي نيدي معلومات او نبزة بسيطة عن المحتوي بتاعتها اول حاجة عندنا الوحدة الرابعة زي ما احنا موجودين اول حاجة الوحدة الرابعة فيه صناعة العصير دي اول حاجة اول واحدة هتخذها بعد كدا حيجيلك اهداف الوحدة دي الوحدة دي ليه اهداف كتيرة ايه هي الهدف الاول الهدف الاول اكساب الطالب مهارة الحصول على العصائر الطبيعية إزاي يحصل على عصير طبيعي تاني حاجة أهمية الاعتماد على العصائر الطبيعية وبرضو عندك مهارة معرفة المحتوى الغذائي للعصائر الطبيعية دي أهداف الوحدة ككل كسب الطالب مهارة الحصول على العصائر الطبيعية أهمية الاعتماد على العصائر الطبيعية مهارة معرفة المحتوى الغذائي للعصائر الطبيعية برضو عندك المنهج النظري اللي المفروض أنت حتاخده في الفصل الدراسي ده هو كالقاتي أول حاجة هتعرف تعريف العصير وقيمته الغذائية والخامات وخطوات الصناعة برضو أحب أتترك للجزئية دي برضو إن إحنا بالنسبة للعصير هنتكلم يعني إيه معنى عصير وإن إحنا هنقول إن العصير ده عبارة عن العصارة الطبيعية لسمار الفكهة والخدر ولابد أن تكون الفكهة والخدر اللي عندك تبقى فكهة مكتملة النطج تكون فكهة مفاش أي نوع من الإصابات الفطرية أو الحشرية طيب إحنا ليه بنعمل كده عشان إحنا بنستخدم الخامة كويسة طالما خدنا الخامة كويسة بإنت حتضمن إن شاء الله الحصول على منتج مظبوط طيب دي عصارة طبيعية للفكهة والخدر عصارة لابد إن إحنا بناخدها بنستخلصها من الصمارة كاملة النطج وبتكون طبعا العصير كل لما بيكون جودته كويسة كل ما بيكون طبعا القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا العصير ما بيكونش فيه أي نوع من أنواع الإضافات إحنا هنتكلم برضو عن قيمة الغذائية للعصير إيه بيحتوي على إيه؟ مثلا عصير اللامون تبصت لقيها محتوي على 2% من السكريات في عندك عصير العنب ممكن يكون محتوي على 16 و 18% من السكريات اللامون بيحتوي على نسبة عالية من حمد الإسكوربيك اللي هو فيتامين سي وهي أهميته وخصوصا إزاي الإنسان يحافظ على المكونات بتاعت العصير بدون ما بيحصل فيه أي تدهر في المنتج اللي عندك برضو عندنا إن إحنا لما بنيجي نعمل العصير هقولك إيه هي العوامل اللي بيتوقف عليها استخراج العصير إيه هي المكونات اللي أنا عايزها في العصير إيه هي المكونات الغير مرغوبة اللي أنا مش عايزها في العصير إيه إزاي نعمل عملية العصير بطريقة سريعة برضو هتطرق الخامات المستخدمة في عملية العصير عبارة عن إيه فاكهة فاقت فاكهة الخضر أو الفاكهة بتكون مكتملة النضج عشان خاطر إن إحنا نقديه بطريقة صحية برضو إحنا هنتكلم برضو إزاي الخطوات الأساسية اللي بصنع منها العصير بداية من اختيار الصنف المناسب بداية وعملية الفرز وعملية الغسيل وحنتكلم برضو بشيء من الاستفادة عن طرق غسيل السمار لإن كل نوع من الأنواع السمار لها طريقة تتلاءم مع طبيعة السمار اللي عندي علشان خاطر تبقى عملية العصير ماشية سليمة طبعا برضو ليهمنا برضو إن العصارات اللي أنا بستخدمها في صناعة العصير تكون عصارات لا بتتفاعل مع العصير علشان خاطر إيه؟ علشان الخاصر العصير ما يبقاش لونه مغامئ ما جبش أنا عصارات حديدية أو عصارات نحاسية وأقول هي دي اللي هستخدمها في عمليات العصر طبعا ده مرفوض تماما لإن ده طبعا بيؤدي لإيه؟ بيؤدي إلى التفاعل ما بيحصل ما بين العصير والمعدن ويؤدي إلى وجود اللون الأسود صح ولا لأ؟ بعد كده ما بتيجي تعمل العصير طبعا يهمنا جدا لما بتيجي تعمل عمليات العصر تعرف كل نوع من أنواع العصارات في عندنا أنواع لحدة لها من العصارات في عصارات مكابس ذات أقفاص يعني بيبقى قفص كده القفص ده بيبقى مخرم وبيبقى جوال المكبس والمكبس ده بيدخل فيه العصير وبيدخل فيه الصمار وتبتدي تعمل لها عملية الكابس عليها وبتخرج العصير من إيه؟ من هذه الفتحات المسقبة في عندك نوع من العصارات بتبقى اسمها العصارات ذات الألواح والقماش إيه الألواح والقماش دي؟ ده بيبقوا نوع من أنواع القماشي كويس جدا زي كده القطن الجامد وبعد كده بيحطوا فيه بعض أنواع الثمار اللحمية زي عندك ثمار الزتون ثمار الزتون وبعد كده بيتحط فيه هذا بيتحط فيه هذه الشنطة طبعا وتبتدي تتقفل كويس وتتحط ما بين ألواح ألواح الألواح دي تبتدي فيها مكبس هيدروليك إن شاء الله لما حنيجي نشرح الجزء ده باستفادة حواريكو شريط فيديو لهذا النوع من أنواع المكبس المكبس بيدخل فيها بتتحط فيها الشنط بتاعك اللي موجود فيها السمار اللي عايزين نستخرج منها العصير وتبتدي المكبس بالمكبس الهيدروليكي طبعا بيبتدي يضغط من أسفل لأعلى تبتدي الألواح تتقرب من بعض وبالتالي بيعصر السمار اللحمية اللي موجودة جوه جوه القماش اللي هي الشنط دي بعد كده عندك برضو فيه نوع تاني من أنواع العصارات طبعا العصارات الاستوانية كلنا عارب نشوف بتاع عصير القصب وهو بيعصر القصب ده متخصص في العصارات الاستوانية فيه نوع تاني من العصارات زي العصارات بتاعت البرتقان اسمها العصارات المخروطية اليدوية واحنا قبل كده قلنا عليها كتير وفيه عصارات ذاتة زراع ضغط وفيه عندك العصارات اللي هي العصارات الكهربائية اللي بتستخدم فيه الجزر الكلام ده طبعا كله هتاخده بشيء من التفصيل في هذه الوحدة بعد كده هتاخده العصير اللي عندك هتبتدي تعمله عملية التصفية والترشيح من خلال عندك مثلا القماش من القطن أو الشاش علشان لو فيه أي بزور عندك موجودة تتحاجز عندك برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هناخدها بطريقة من التفصيل عملية الترويق يعني ايه عملية الترويق انت عارف طبعا ان لما بتيجي تشوف بتبسأ بعض انواع العصار لما بتيجي تسيب تعمل العصير وتسيب وتلاقيه روّق يعني ايه روّق تو بص تلاقيه انفصل طبقتين طبقة تقيلة وطبقة خفيفة حنقول هذا العصير حصل له عملية الترويق طبعا في الصناعة أو في العصائر لما نيجي نشوفها ده غير مقبول بس خلي بالك برضو مش كل انواع العصائر بتعمل لها عملية الترويق ليه فيه عندك عصير زي المانجا فيه عصير زي الجوافة دي لو احنا المواد الترويق ان انت بتشيل معظم المواد الغروية اللي موجودة جوه العصير ايه مواد غروية عندك المواد البكتينية عندك السموغ عندك المواد البروتينية كل دي بتتشال عشان خاطر ما يحصلش ايه ما يحصلش عملية ان العصير عندك يتفصل لطبقتين طيب ليه بقول بقى المانجا والجوافة ما نقدرش نعمل لهم عملية الترويق دي لأن مركبات اللون والطعم والريحة موجودة أساساً في هذه المركبات في المواد الغروية دي ما أنت لو أنت شلت هذه المواد الغروية هتبصت لقي العصير عندك ملوش طعم ولا لون ولا ريحة وده طبعاً مش مغروب ومش مطلوب في عصائر الجوافة وعصائر المانجو طبعاً إحنا هنتكلم باستفادة جديدة برضو عن إزاي أنا أعمل عملية الترويق إزاي أنا أعمل عملية الترويق أو تجرؤ عملية الترويق في العصير طبعاً من خلال إحنا بناخدها نظري وبنستخدم الحاجة المتاحة لنا في المعمل بحيث أن إحنا نعرف نعمل عملية الترويق صح ممكن أستخدم الحرارة المنخفضة في عملية الترويق ممكن أن أنا أستخدم الجاذبية الأرضية أن أنا أستخدم أن أنا أحط العصير في أماكن أو في خزانات بحيث بطريقة صحيحة بحيث أنها تقعد شترة من الزمن طبعاً أنا بحطها في مكان بارد لا يصل للتجميد ولكن قريب من التجميد أو بتحط له مادة حفظة زيساني أكسيدي الكابريت دي حتخلي العصير يحتفظ لأطول فترة ممكنة بالجودة بتاعته حتترصب معظم المواد الغروية وبعد كده بنعمل عملية الترد المركزي وبالتالي العصير عندنا ما يحصل لش عملية الترويق ممكن أن إحنا نعمل الترويق بالحرارة المنخفضة ممكن بالحرارة المرتفعة حرارة المرتفعة أن أنا مغليش العصير لا ده أنا بسخن العصير العصير ده لما يجي تسخن على درجة 180 درجة فرنايتي هتبصي تلاقي المواد الغروية كلها جمعت وبالتالي سهل إن أنا أفصلها وما فيش أي مشكلة بعد كده برضو هناخد إن إحنا هناخد نعمل عملية الترويق إن إحنا بنضيف بعض المواد المجمعة الغروية يعني إيه مواد مجمعة الغروية؟ إيه مواد بحطها في العصير؟ بتعمل زي المغناطيس يعني إيه زي المغناطيس تلملك كل المواد الغروية اللي إنت مش محتاجها وفيه أنواع كتيرة جدا هناخدها برضو خلال الترمي ده إزاي مثلا عندنا مادة التانين وجلاتين بحط مثلا 35 جرام من التانين على 50 جرام من الجلاتين طبعا بنسبة معينة بعد كده برضو في بعض أنواع المواد الثانية اللي هي المواد المجمعة فيه عندك حاجة اسمها الفلتر سيل فيه عندك حاجة اسمها البنتو نايت فيه الطفل الأسباني كل دي مواد مجمعة غروية بحطها بنسب معينة بتعملك بتلملك كل المواد الغروية اللي إنت مش محتاجها في العصير وبالتالي إنت بتعمل إيه تبتدي تتخلص منها برضو الحاجات برضو اللي أنا ممكن أقولك عليها إن إحنا ممكن نعمل العصير ببعض المستخلصات الإنزيمية فيه مادة مشهورة جدا اسمها مادة البكتينول ده مستخلص إنزيمي مهم جدا بضيفه برضو على العصير ده بيعمل عملية إيه؟ عملية التخلص من المواد الغروية اللي حتسبب لك تأثير إنت لو الطرق المختلفة اللي إحنا حنستقلنا قلت عليها بسرعة دي كده دي كل لها حاجات بعمل لها عملية التعبئة تاخد بعد كده العصير وتبتدي تعمله عملية التعبئة بس لابد أن يكون هناك فيه حاجة اسمها خلخلط الهوى خلخلط الهوى إن إنت بتعمل العصير بتشيل الهوى لجواه لإن إنت لو عندك ما فيش هوى لإني لو لقيت في هوى هتبص تلاقي حتأثر على العصير بطريقة غير عادية أول حاجة حتأكسد لك مركبات اللون والطعم وريحة ودي حاجة غير مروبعة مش معقولة إنت هتمسك عصير فراولة تبص تلاقي اللون بتاع الفراولة بدل ما يكون أحمر تبص تلاقي لون بوني حصل أكسادة طبعا برضو نفس الحكاية ممكن تعملك انتفاخ للعلب وتعملك مشاكل لو إنت حبيت تعمل أي معاملة حرية للعصير عمليات بس طرعا يبقى أنت دلوقتي لابد أن إنت بتعمل خلخلة للهوى وبتدخل غاز خامل غاز خامل عشان خاطر تحافظ على صفات الجودة في العصير اللي عندك طبعا برضو بدل تعمل خلخة بتبتدي تعمل عملية التعبئة وتبتدي تحط العصير العصير دي دي الواحدة دي كلها إن شاء الله حنتكلم برضو في حاجة أنوه ليها إن إحنا حناخد برضو إن مش كل نوع من أنواع السمار ممكن أنا أستخدمها في عمل العصير إزاي؟ يعني عندك مثلا مثلا عندك البرتقان لما تيجي تعمل عصير تستخدم البرتقان البلدي صح؟ مش هتاخد أبو سرة مش هتستخدم أبو سرة في عملية العصير لأن البرتقان البلدي هتبص تلاقي نسبة العصير فيه عالية بالإضافة إن مركبات اللون والطعم والريحة هتبص تلاقيها عالية جدا فدي حتبقى ممتازة برضو نفس الحكاية إذن لما تيجي عندك تعمل عصير لمون لما تيجي تعمل عصير لمون في صنف اسمه لمون الأضالية لمون الأضاليا ده بيبقى لمون كبير طبعا وإن شاء الله خلال ترمي فصل الدراسي التاني حواليك شكله إيه اللمون ده طبعا بيتميز بارتفاع محتوى من العصير ونسبة فيتامين سي اللي فيه بتبقى أعلى من اللمون الصغير اللي هو البنزهير طيب وإيه كمان تبصي تلاقي زيوت الطيارة بتبقى قليلة اللي هي بتسبب المرارة برضو نفس الحكاية إحنا برضو في بعض أنواع مثلا كان عندنا جريفروت برضو لا يصلح لعمل عصير ولكن عشان المرارة بتاعته بس فيه أبحاثة عملت إن إحنا إحنا إزاي نشيل المرارة من الجريفروت وبالتالي يديك عصير جميل جدا نفس الحكاية برضو لو إنت عندك المنجة لما تيجي تستخدم منجة تعمل عصير إنت تملي تستخدم الأصناف اللي هي فيها نسبة اللحم كتير أو اللوبة عالي والبزوء بتبقى طعيفة أو قليلة أو صغيرة على شديد دي عندك التصافي بتبقى نسبته عالية دي بالنسبة للوحدة بتاعت العصير برضو في حاجة كمان هنتطرق لها إيه هي هنتكلم عن فساد العصير شروط العصير الجيد إيه مواصفات العصير الجيد وإيه عيوب العصير هناخد من صفات العصير الجيد إيه هو تعرف إزاي تحكم من خلال أنا بديك مثلا إحنا بنعمل عصير مع بعض في المعمل في بعض الناس بتقع في أخطاء معينة من خلال هذه الأخطاء بيظهر نوع من أنواع الفساد إنت من خلال رؤيتك للعصير حتعرف إيه هو الفساد وحتحكم عليه وحتقول أنا وقعت في العيب إيه علشان كده لابد أن أنا لما أجي أعمل العصير ده أتفادى هذا العيب يعني مثلا عندك لو أنت عندك العصير حتبص تلاقيه لونه مش كويس لونه بهتان طبعا في واحد قالك إيه طيب أنا لما جيت عملت العصير الفراولة جبت السمار الغير مكتملة النطج وبتدي تحطيتها استخدمت السمار رضيئة وبالتالي أنت بالطريقة دي ما ينفعش أن أنت إيه عملت إيه مادة خامة مش حلوة وبالتالي حتبص تلاقيه اللون مش كويس صح ولا لأ طيب في عندك واحد تاني بصت لقيت العصير منفصل لطبقتين يعني أقول له لا ده أنت عندك عيب ترويق أنت العصير مترويق يعني ما حم تعملتش عملية الترويق ليه أنت ما عملتش عملية البستر البستر هتعمل إيه البسترة هتقضي لك على الإنزيمات الإنزيمات دي هتمنع ظاهرة الترويق طبعا إحنا خدمت طرق بتاعت الترويق ومن خلالها أنت هتعرف تعمل إيه هتلاقي واحد تاني هتبص تلاقي فيه عفن على سطح العصير يبقى أنت ما استخدمتش أدوات نظيفة واستخدمت خامة رضيئة وكان التلوث الابتدائي عندك من الأول مش كويس لقيت طعم مش كويس معدني أو طعم غير مرغوب هتبص تلاقي قولك لا دي أنت عملت حاجات مش كويسة كتير قوي عملت إيه ممكن أن أنت استخدمت عصارات حديدية وإنت بتعمل العصير تبص تلاقي تعمل عصير كده معدني برضو ممكن تلاقي أن أنت حديت نسبة مثلا الحموضة بتاعت العصير عالية السمار كانت غير مكتملة النضج وبالتالي الحموضة بتاعت العصير كانت عالية وبردو لازم تفرق كويس جدا جدا ما بين العصير والشراب الطبيعي العصير قلنا عصارة طبيعية لسمار الفكهة لكن لما قولك شراب طبيعي تقولي الشراب الطبيعي عصير بس أنت بتقول بتضيف ليه سكر وبعض المواد التي قد تحسن من الخواص بتاعته ده بالنسبة لجزئية الخاصة بالعصير والفساد برضو إحنا فيه جزء حينتطرق ليه في موضوع العصير هنتكلم عن إيه هي حفظ العصير إزاي نحفظ العصير بطرق مختلفة انت خدت في الفصل الدراسي الأول وأنا يعني من خلال الحلقات بتاعتي أنا كنت بتكلم على طرق الحفظ المختلفة الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة الحفظ بتحكم في الرطوبة الكلام ده كله أو طرق الحفظ دي كلها هتعملها على العصير عندك يعني مثلا عندك ممكن تعمل عملية البسترة اللي هو استخدام درجة الحرارة المرتفعة بنعمل البسترة عند أي درجة كده لا طبعا في عصير بنبستره بالطريقة البطيئة يعني على درجة مثلا 145 درجة فرنهايت لمدة 30 دقيقة في تاني عايزين نعمل بسترة سريعة للعصير على 190 درجة فرنهايت لمدة ثواني ثم التبريد الفجاء إذا أنا كده استخدمت البسترة في عملية الحفظ طب ممكن أستخدم طرق تانية في حفظ العصير زي عملية التعاكم التجاري تعاكم التجاري على درجة مثلا 212 درجة فرنهايتي ده بالنسبة للأغذية الحامدية طب العصير الغير حامدية زي عصير السبانخ عصير السبانخ لا ده أنا ببتدي أتعاكمه على درجة 240 درجة فرنهايتي وإحنا خدنا في الفصل الدراسي الأول يعني إيه؟ يعني إيه إيه؟ يعني إيه حفظ التعاكم التجاري طبعا الكلام ده شوف يعني الوحدة مبنية على الوحدات الأولانية إحنا عملنا أساس أوقع ده حلوة كده في التلات وحدات الأولى دي هنكمل البونة بتاعها في خلال التلات وحدات الأولى يبا إحنا كمان خدنا كمان إن إحنا ممكن نحفظ العصير عن طريق حاجات كتيرة جدا ممكن أعمل منه عن طريق التكفيف أعمل منه لفاقف لفاقف زي ما إحنا بنشوف كده مش إحنا بنشوف لفاقف أمر الدين فيه أمر الدين وفيه دلوقتي بيعملوا لفاقف الجوافة ولفاقف المانجو بتتعمل زي أمر الدين كده عادي وليها طريقة في الصناعة طبعا إحنا إن شاء الله من خلال دراستنا هقول لكم إزاي تعملوا أمر الدين وممكن تعملوا في البيت بطريقة سهلة جدا بحيث ما يكونش فيه أي نوع من أنواع العيوب وده تستخدمه في شهر رمضان هيبقى جميل أو طبعا طبعا ده حفظ بالتكفيف ممكن إن إحنا نحفظ إن إحنا نعمل نزود نسبة المواد الصلبة ونبتدي نعمله على هيئة مرباط ممكن نعمل العصائر دي كلها مرباط إذن فيه طرق كتيرة جدا جدا لحد دا لها عشان خاطر وحدة العصير دي نعملها مظبوطة طيب هنشوف دلوقتي أهداف الوحدة اللي إحنا قلناها ونشوف إيه الجزء المعرفة المفروض حناخده وإيه هي الجزء المهاري اللي المفروض حناخده في هذه الوحدة عندنا أول حاجة في عندك تعريف العصير وكلماته الغذائية والخامات المستخدمة وخطوات الصناعة فيه برضو عندك طرق حفظ العصير لما أنا قلت لك دلوقتي بالحررة المرتفعة والحررة المنخفضة والطرق المختلفة وممكن أحط مادة حفظة كمان وصفات العصير الجيد اللي إحنا إيه إحنا مفروض نعمله وبرضو قلنا الشروط العامة الواجب مراعتوها عند إجراء تحضير العصير الجزء ده برضو هناخده بطريقة صحيحة علشان خاطر نعرف إزاي نعمل ممارسات تصناعية جيدة وشروط صحية جيدة برضو من ضمن الحاجات اللي أنا العيوب الشائعة في صناعة العصير وكيفية التغلب عليها وجزء ده أنا قلته وقلت لك هتعمل فيه بالزبط برضو من ضمن الحاجات التدريبات بقى العملية اللي إحنا هناخدها في سياق هذا المنهج إيه يا التدريبات العملية اللي حت أخدها معايا هنعمل إيه هنعمل مع بعض صناعة عصير طازج هنعمل عصير البرتقان وعصير الجوافة وعصير المانجو وعصير الجازر وعصير الطماطب إحنا طبعا إحنا بنشوف إيه اللي متوفرة في السوق في الفترة دي وهو دلوقتي في فصل الشتاء إيه البرتقان في إحنا هنبصت لإن نعمل برتقان ونعمل عصير الجوافة بطريقة صحيحة جدا برضو لابد إن إحنا بالراعي برضو استخدام طريقة التجهيز استخراج العصير بالطرق المناسبة لنوع الثمار وطبعا من خلال الجزء المعرفي أو الجزء النظري إنت بتبتدي تاخد بتعرف إزاي تستخرج العصير بالطريقة المناسبة لنوع الثمار برضو من ضمن الحاجات اللي إنت حنعرف نعملها اسمها كيفية إجراء اختبارات أيدرومترية لقياس درجة تركيز المواد الصلبة الزائبة في بعض أنواع العصائر إزاي هتعرف إن إنت تاخد العصير ده وتحدد فيه نسبة المواد الصلبة الدايبة إزاي عن طريق الايدرومترات إحنا طبعا حواريكو إزاي تعملوا عملية ترشيح للعصير وتاخد عينة من العصير ده وتبتدي ليه فيه طريقة معينة هقولك عليها إزاي إن إنت تقيز بطريقة الايدرومترات الصحيحة برضو حنسجل النتائج والنتائج العملية نبتدي نسجلها ونبتدي نحسب التكاليف يعني إحنا دلوقتي حنعمل عصير حنحسب التكاليف بتاعتنا حتكون قد إيه على دراسة الجدوة بتاعت المشروع بتاعت إنتاج العصير زي ما أنت شايف دلوقتي عندك صور مختلفة عندك في تعبئة العصير إزاي بيتعبى تحت التفريغ وإزاي ناحية التانية الصورة اللي هي بتاعت إزاي بيعملوا عملية الفرز وعملية الغسيل للصمار قبل ما بتيجي تدخل لمراحل التصنيع وإزاي ما شايفين الصورة الأخيرة الجميلة دي فيه عندك عصير الأنناس وعصير الطماطم وفيه عصير التفاح وعصير البرتقان دي كلها عصارة طبيعية ما فيهاش أي نوع من أنواع الإضافات الوحدة الخامسة برضو قبل ما أتطرق للوحدة الخامسة أحب أن أوحي حتة كده صغيرة في القياسات الأيدرومترية لصناعة العصير إحنا خدنا طبعاً أنا قلت لكم أن إحنا خدنا تحضير المحاليل السكرية والمحاليل الملحية وخدنا أنواع الأيدرومترات المختلفة اللي بقيس بها إيه؟ اللي بقيس بها تركيز السكر أو الملح إنت لما تيجي تعمل اختبارات أيدرومترية للعصير هتشوف نسبة المواد الصلبة الدايبة فيها قد إيه؟ طبعاً ببساطة جديدة أنت بتاخد العصير طبعاً وبتعمل إيه؟ بتعمله عملية ترشيح بحيث يكون عندك كمية عصير رائق شفاف تماماً بتحطه بزاوية 45 في المغبار المدرك وتبتدي تحطه على سطح مستوي زي ما خدنا بالزبط طريقة عمل المحاليل بطريقة صحيحة نفس الكلام بقوله بس بدل ما أقول محاليل ملحية ومحاليل سكرية بقول عصير عصير رائق كويس يعني بعد كده بتاخد الايدروميتر اللي عندي وتبتدي تحطه بحركة دائرية وتنزله في المغبار المدرك هيبتدي الايدروميتر يرتفع وينزل لحد ما يزبط لما تيجي تزبط خد شوف الايدروميتر ولما تيجي تاخد الايدروميتر خلي بالك كويس ان هي ولا الايدروميتر يجي مين ولا يجيش مين عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر تبقى عندك الايدروميتر مزبوطة وتعرف نسبة المواد الصلبة قد إيه ممكن تستخدم ايدروميتر وممكن تستخدم الرفراكتوميتر مفيش اي مشكلة خالص ريفراكتوميتر يدوي يمشي ريفراكتوميتر ابي لو الديجيتل ده مفيش اي مشكلة خالص ان انت تقيس نسبة المواد الصلبة فيه طيب الواحدة الخمسة بقى دي عندنا ايه الواحدة الخمسة دي واحدة جميلة جدا ليه واحدة جميلة جدا لان معظم الطلبة بتحب تعمل مشاريع صغيرة من خلال الواحدة الخمسة دي ايه هي المشاريع الصغيرة مشروع التخليل او المخللات ايه المخللات دي المخللات هي عبارة عن دي مخللات دي تبقى سمار فكهة او خضر دي بتعملها عملية تخليل طب بتعمل ايه بتبقى فاتحة للشهية وبتبقى طريقة من طرق الحفز ليه طريقة من طرق الحفز ان احنا بنرفع تركيز الملح بنرفع تركيز الملح او الحامض او حمدلخليك حمدللكتيك او الخليك دي علشان خاطر تدين عملية التخليل مصبوطة عشان التخليط عندك يتم بطريقة صحيحة لابد ان هو تركيز الملح في المنتج النهائي 16% ايه 16% يعني انت تبتدي بتدرج ترفع تركيز الملح لحد ما يوصل 16% حقيسه ازاي خدنا في الترمي الاول بطريقة الايدرومترات احنا ممكن نستخدم ايدروميتر بوميه ايدروميتر بوميه او سالوميتر ده بنبتدي نستخدمه ونستخدمه ونعرف بالزبط تركيز الملح عندنا قد ايه طبعا فيه بيحصل حاجة مهمة جدا في عملية التخليل احنا بنستخدم طبعا في عملية التخليل حاجة اسمها حمد الخليج حمد الخليج بنستخدمه بنسبة كم في المية 4% يبقى احنا بنستخدم ملح المفروض الملح ما يتعداش تركيزه 16% وبستخدم حمد الخليج اللي هو لا يتعدى تركيزه 4% فيه برضو حمد اللاكتيك اللي هو حيتكون اسناء عملية التخليل ايه حمد اللاكتيك ده؟ حمد اللاكتيك ده زي ما احنا خدنا في التيرم الاول الحفز بالتخمرات اللي هو حاجة اسمها التخمر اللاكتيكي يعني ايه التخمر اللاكتيكي؟ التخمر اللاكتيكي ان فيه نوع من انواع البكتيريا اسمها بكتيرية حمد اللاكتيك دي مفيدة جدا مفيدة جدا ازاي هي اللي بتعملك عملية التخليل بطريقة صحيحة دي بتدخل جوى المادة الغذائية بتتغذى على المواد السكرية ما بتيجي تتغذى على المواد السكرية بتنتك حامد اسمه ايه اسمه حامد اللاكتيك حامد اللاكتيك ده هو اللي بيخلي الثمرة بتاعتك تبقى طرية وتبقى كويسة وتبتدي عملية التخليل تتم بطريقة صحيحة وتقول المخلل الاستوى وبيكتسب صفات الطعم واللون وريحة تبقى ممتازة طيب البكتيريا دي علشان تشتغل بطريقة صحيحة لها شروط يعني ايه لها شروط فيه شروط خاصة بالتخمر اللاكتيكي شان تعمل مخلل بطريقة صحيحة وما يحصلش فيها اي فساد لو عايز تصرع من عمليات التخليل وتتم بطريقة صحيحة لابد ان يكون هناك عوامل كتيرة تؤثر على هذا النوع من الانواع التخمر ايه هي اول حاجة لما تيجي تبتدي تعمل تخليل ابتدي بتركيز ملح قليل الاول يعني انا قلت لك التركيز الحفظ للملح 16% لا يمكن انت باي حال من الاحوال هتبتدي عملية التخليل بتاعك بتركيز 16% هتبص تلاقي بكترة حمد اللاكتيك لا يمكن هتشتغل معك تركيز عالي جدا مش هتقدر تشتغل انت بتعملها عملية تصبيت تصبيت لنشاطها عشان كده لما بتيجي تشتغل تعمل مخليم ابتدي بتركيز بداية تركيز 8% تركيز 8% طب مع المخليل حيبوز لا انت تعمل عملية التخليل ابتدي ارفع تركيز الملح تدريج جاي كل اسبوعين 3 اسابيع ارفع شوية كل اسبوعين 3 اسابيع ارفع شوية لحد ما توصل في النهاية للتركيز 16% اللي هو ده التركيز اللي هو حافظ اللي هو مش هيقصر لك ابدا على المخليل اللي عندك برضو في حاجة بتأثر على التخامل اللاكتيك وانا بحب اتكلم في الحتة دي قوي علشان خاطر اي حد عايز يعمل مخليل في البيت يراعي هذه الظروف طيب احنا ممكن نديف حاجة اسمها البادئ ايه البادئ ده؟ البادئ ده عبارة عن محلول تخليل قديم عندك مخليل قديم خد المحلول بتاعه وابتدي حطه على المخليل الجديد ليه؟ هتبص تلاقي هذا المحلول القديم غني غني ببكتريط حمد اللاكتيك كل مكان المخليل في حمد اللاكتيك بترد حمد اللاكتيك بكمية عالية هتبص تلاقي يحصل عملية تحول السكريات الى حمد اللاكتيك ويتم عملية التخليل سريعة جدا يبقى انت دي برضو دي من ضمن الحاجات يبقى احنا اول حاجة قلنا ان الملح عندنا تركيزه ما يبقى 16% على طول لا دي احنا نرفع تركيز الملح نبتدي ب8 ونبتدي نرفع شوية شوية بعد كده قلنا ايه؟ قلنا المفروض نضيف البادئ ايه هو البادئ ده؟ البادئ ده اللي هو محلول تخليل قديم في بعض الحاجات ان احنا بنضيف بعض المواد بتمنع هري المخليلات زي مادة مشهورة جدا اسمها كلوريد السوديوم كلوريد السوديوم دي بتتحطي بنسبة 5 من 10% على بعض انواع المخليلات زي مخليل الخيار الخيار ساعت احنا ببص لقيه لما تيجي تعمله عملية تخليل بص تلاقيه هارة منك صح؟ طيب انت علشان تمنع هذا الهري ممكن ان انت تضيف له مادة كلوريد الكالسيوم طبعا مادة كلوريد الكالسيوم دي مادة هتعمل لك صلابة للصمرة اللي عندك وبالتالي مش هيتهري معاك دي من ده من الحاجات برضو برضو عشان تساعد على سرعة عملية التخمر اللي كتيكي ممكن ان انت تضيف نسبة من السكر طب ايه السكر ده؟ نضيف نسبة بسيطة جدا من السكر ليه؟ دي هتبص تلاقيها بتسرع من عملية انتاج حمد اللي كتيك لان انت عارف ان البكتيريا بتاعت حمد اللي كتيك بتتغذى على السكر فانت بتعمل لها عملية حافز انها تبتدي تتغذى على المواد السكرية وتنتج لك حمد اللي كتيك فممكن نضيف نسبة صغيرة من السكر وحنقولها بعد كده حنضيف بنسبة كامل برضو انت لازم لابد ان انت توفى درجة حرارة مناسبة ماجيش انا في مكان سائع جدا وقال حامل عملية التخليل البكتيريا مش هتشتغل كويس ولا يجي درجة حرارة عالية جدا وقال حامل عملية التخليل ماينفعش برضو البكتيريا لها شروط عشان تنشط فيها لابد ان تكون درجة الحرارة ممكن تكون في حدود من يعني فانت 35 درجة مئوي دي درجة كويسة جدا من 30 ل 35 دي درجة كويسة جدا لعملية التخليل في المخللات برضو لما تيجي تعمل تامخل لابد ان انت تخلي الظروف عندك غير هوائية يعني ايه غير هوائية؟ طب ازاي؟ اننا بعد ما بعمل المخل الخالص ابتدأ حط طبقة زيت الطبقة الزيت اللي انت هتحطها دي هتخلي لك الظروف غير هوائية وبالتالي تمنع نمو الفطريات على سطح المخلل شفت قد ايه؟ انت بحاجات بسيطة وتقنيات بسيطة جدا انت لو ابتدت معاك حط بص تلاقي العملية سهلة جدا برضو احنا هناخد برضو من ضمن الحاجات المفروض هناخدها ايه هي الخطوات الاساسية والخامات الداخلة في صناعة التخليل بالنسبة للخامات عندنا خامات كتيرة جدا ممكن عندنا الخضار وفي عندنا الفواكه بيتعمل لعملية تخليل برضو عندنا في حاجات تانية عندنا بنحط الحمد الخليك حمد الخليك لابد ان يكون حمد الخليك عالي الجودة بنبقى تركيزه حوالي من 2 ل4% برضو احنا بنستخدم توابل توابل ممكن نستخدم بعض انواع التوابل سيان كانت في صورة مجروشة او مطحونة او على هيئة زيت دي ممكن تستخدمها في عملية التخليل برضو بنستخدم الملح الملح اه نستخدم طبعا ده الاساس عندنا وطبعا من خلال عملية التخليل انا هوضح لك ان فيه انواع كتيرة جدا من عملية التمليح ممكن ان انا اعمل عملية تمليح جاف وممكن اعمل عملية التمليح الرطب يعني ايه تمليح جاف وتمليح الرطب تمليح جاف عادي جدا ان انت بتاخد مثلا حوالي 6 كيلو ملح على 100 كيلو خضار عايز تعملها عملية التمليح عشان تتخليل طب هقولك زي ايه تساعد لما بتجي تخليل اللمون بالطريقة التمليح الجاف انت بتمسك اللمون الكويس كده اللي احنا بنعمله في المعمل زي اللي احنا بنعمله في المعمل بالزبط احنا بنبتدي ناخد اللمون عندنا واللمون ده بنخسله كويس ونبتدي نقطعه 4-4 بس مش للاخر ونبتدي نحضر الملح اللي هو الملح الخشن وبنحط معاه العصفر وبنحط عليه محبة البركة ونبتدي نحشي السمار بتاعتك بهذا الملح طيب هنبتدي نحط طبقات متتالية جوه البرميل عندك النظيف كويس نبتدي نحط طبقة ملح بعد كده اللمون بعد كده طبقة ملح اللمون لحد ما يبقى طبقة اللمون نبتدي نحط طقل كبير ونبتدي نجري عملية التخليل بيحصل ايه الملح طبعا بخاصية الاسموزية حيسحب لك العصير اللي موجود جوه السمار بخارج بر هتبص تلاقي ان السمار هتتخلل منها فيها يعني العصير مع اللمون حيبتدي تعمل عملية التخليل وبتبقى ممتازة جدا جدا بتدي نتائج رائعة في عملية التخليل ده بالنسبة لإيه ده بالنسبة لللمون اللي هو لما بيتعمله عملية التمليح الجاف في بعض انواع الزتون ممكن تعمله عملية التمليح الجاف عشان خاطر تعمله إيه تبتدي يديك المنتج ممتاز بس خلي بالك برضو اني زي ما هي لها مميزات لها عيوب المميزات بتاعت التمليح الجاف ده هتبص تلاقي مفيش أحياء دقيقة بتنمو مفيش تلوث بيحصل بالبكتاريا وبالتالي احنا بنبقى ضمنين اني ما بيحصلش التلوث لكن عنده عيب خطير جدا اني بعض انواع الثمار بيحصل لها عملية إيه كرمشة تبص تلاقي الزتون يكرمش معك شوية كده هل ده علي علاج؟ اه ممكن لعلاج اني انت بعد ما بيتخلل الزتون بتاخده تحطه في مية دافية تنقى في مية بيحصل يتخلص من الملوحة وفي نفس الوقت يتخلص من ايه يتخلص لك من اي حاجة كرمشة تبتدي ياخد القوام بتاعه المعروفة طيب في عندك تمليح راتب ايه تمليح الراتب؟ ماهل الراتب ده؟ اني احنا بنعد محلول ملحي يعني ايه بنعد محلول ملحي؟ بعمل مية بملح وبقس التركيز بتاحها بالايدروميتر اللي عندي طيب انا قلتلك قبل كده ان انت لما بتيجي تعمل عملية التخليل بتبتدي بيعني حوالي كم بتبتدي بنسبة بسيطة يعني حوالي كم؟ 8% طيب بعد ما بتعمله بتبتدي تحط المحلول بتحط السيمار اللي عندك وبعد كده كل اسبوع او اسبوعين بتدي ارفع التركيز 8 بعد كده 10 بعد كده 15 كل دي اسمها عمليات ايه؟ عمليات التخليل تعالوا نشوف كده الواحدة الخمسة بتتناول ايه؟ اول حاجة عندنا اللي هي صناعة المخليلات زي عندنا صناعة المخليلات اول حاجة بنبتدي نعملها اللي هي اهداف الوحدة اهداف الوحدة عندنا اكساب الطالب مهارة اهمية المخليلات كفاتحات للشهية برضو عندك اكساب الطالب مهارة كيفية انشاء معمل تخليل كمشروع اقتصادي برضو ازاي هتعملها وبعد كده عندك المنهج النظر المنهج النظر اللي هناخده ايه عبارة عن ايه ان احنا هنعمل عملية تعريف التخليل يعني ايه ما عملية تخليل هنعرف برضو العوامل التي تؤثر على التخمر الخليقي هناخد برضو التأثير الحافظ للملح والأحماض العضوية هناخد برضو المواد الخام التي تدخل في صناعة المخليلات هناخد صفات الملح المستخدم في التخليل وهناخد خطوات صناعة التخليل برضو احب اقول الحتة في الحتة دي برضو تا لما بتيجي تستخدم عملية التخليل ما بتيجي تعمل عملية التخليل قلتلك فيه تمليح جاف وتمليح راتب التمليح الراتب هيبقى فيه مشكلة تعافي المشكلة لفي تمليح الراتب ان ممكن قد يحدث تلوث ببعض انواع الاحياء الدقيقة خصوصا في الفترة لنسبة الملح فيها بتبقى ضعيفة شوية بس مش هيحصل فيه عملية الكرمشة اللي احنا بنعاني فيها في التمليح اللي هو الايه التمليح الجاف طيب احنا طبعا خدنا انواع التمليح فيه هتبص تلاقيه فيه بعض انواع التغيرات بتحصل اثناء عملية التمليح ايه هي التغيرات دي اول حاجة هتبص تلاقيه ان معظم المواد السكرية اللي موجودة في المخلة تتحول الى حامد لاكتيك مكتاريا بتعمل كده تاني حاجة هتبص تلاقيه فيه تغيير في بعض لون انواع بعض الصمار يعني عندك مثلا الخيار هتبص تلاقيه بدل ما يبقى لونه اغدر تبص تلاقيه لونه مسفر كده شوية ده عشان ايه تكوين سبغة مشهورة جدا اسمها صبغة الفايتوفايتين صبغة الفايتوفايتين هي اللي بتدي الصمارة بتاعت او الخيار اللون اللي هي الاصفر شوية فيه برضو بيحصل زوابان لبعض المركبات الدايبة في الماء وبرضو فيه بعض انواع المخليلات زي الليفت وزي الكروم وزي الارنبيت تبص تلاقيه بيتصاعد منها غاز كبريتيد الهيدروجين الريحة المميزة لليفت برضو هتبص تلاقيه اثناء عملية التخليل الجدار بتاعت الصمار كلها بتترا بتترا ايه اللي بيحصل في بعض الانزيمات البكتينية تبتدي تنشط وتبتدي تكسر لك جدر الخلايا بتاعت الصمار وبالتالي بتساعد على الطراوة بتاعت الصمار وبعدو بيتكون مركب مشور اسمه بيكتات السوديوم هو اللي بيخلي الصمارة طرية علشان كده بقولك تملي حط مادة كلوريد الكالسيوم بنسبة 5 من 10 في المية هي دي اللي هتخلي او هتغيرلك هتخليلك الصمارة بتاعتك ايه صلبة الكلام ده طبعا هناخد عملية التخليل وحنخلل مع بعض نمازج صغيرة كده مع الطلبة المشروع بتاعت التخليل ده مشروع جميل جدا ومكسب جدا ومربح بس لو انت ات ديت في الاساس سليم انت طبعا هعرفك او هعلمك ازاي تأمل دراسة جدوى ازاي تعرف تحسب الخامات الدخلة قد ايه انت عايز كم كيلو وكوسي عاري كيلو قد ايه والعبوات اللي هتستخدمها في عملية التعبئة وكل حاجة انت بتستخدمها هتكتبها وتكتب سعرها بتحسب التوتل او الاجمال بتاعك قد ايه وحتبيع بقد ايه وبالتالي هتعرف نسبة الربح اللي ممكن تحققها احنا عندنا طلبة وماشاء الله عليهم عملوا هذه المشاريع وينجحوا فيها جدا فيه ناس عملت المشروع بتاع المرباط وفيه عملوا بتاع التخليل والطلبة بيبقوا سعودة جدا لما بيكونوا بيعملوا منتج هم ما عاملينه وكمته عالية وشكله كويس طبعا هو ده واخد اساس علمي سليم واخد تدريب مهاري عالي وبالتالي هو لما هيجي حيعمل المشروع ده ان شاء الله مش هيحصل له اي نوع من الدروبات او الفساد اللي ممكن نشوفه في بعض انواع المخليلات طيب احنا برضو لما بنيجي نعرف التغيرات اللي بتحصل اثناء عملية التخليل برضو لابد ان فيه ملح اللي بستخدمه ده ليه شروط مهمة خلي بالك الميا والملح الميا والملح اللي انت بتستخدمهم ليهم دور كبير جدا في عملية التخليل الصحيح يعني ايه مثلا عندك الميا الميا المفروض ما يبقاش فيها نسبة كلورة عالية ليه لان لو فيها نسبة كلور هتبصي تلاقي البكتيريا بتاعت حمد قالك تيك هتبتدي ملها هتبتدي تموت وانت كده هتبوز الدانية طيب في حاجة كمان الميا تكون مش قلوية طبعا هنقسها بالبي اتش طب ليه ما تكونش قلوية لانها هتعمل لك هاري للمخليلات هتديك همخلي المهري وانت كده ده طبعا مش كويس ما جيش انا استخدم مياه قبر واقول لك ايه يعني مياه فيها نسبة الملوحة عالية بها المخليل ليه لان دي غلط جدا هتعمل مشاكل كبيرة جدا زي مثلا لو انت عندك ملح فيه نسبة حديد هتبص تلاقي المخليل عندك هياخد لون سود وده مش مرغوم لو انت عندك الملح فيه نسبة كالسيوم نسبة كالسيوم هتبصي تلاقي هيعمل لك بقع بيضة كيرية على سطح المخليل وحيعادل الحمودة اللي تكونها بكتيرة حمدل ايه اللكتيكوة بالتالي هيحصل فسد للمخليل انت كده مش محتاج بقى كده الكلام كده كله باز عندك برضو الملح لابد ان يكون مش بيحتويش على الماغنيسيوم لو دخل في الملح هتبصي تلاقيه تدي طعم مر قابض تيجي تأكل مخليل تلاقي طعمها مش حلو خالص قابض بتمسك في اللسان على طول برضو ان الملح اللي بستخدمه في عمليات المياه ما يحتويش برضو على يعني اليوت برضو بيسبب اللون الازر كل دي حاجات لابد ان انت تخلي بالك بس تراعي ان نسبة الكلور بتبقى ضعيفة لان الكلور لو اتوجد حيباوز لك البكتيريا وعملة التخلي الحبوز منك خالص ده بالنسبة للمياه غير ان المياه لابد ان تكون نقية بكتريولوجيا يعني بكتريولوجيا ملاش لون ولا طعم ولا رائحة ومفاش اي حاجة انت او شوائب ممكن انها تخليك ان العملية تمشي مش صحيحة طب زي ما انت برضو خدت شروط المياه وحتاخدها بتفصيل ناخد برضو شروط الملح مش اي نوع هتتطرق الى انواع الاملاح اللي موجودة في السوق ايه هي اسمقها الملح الصخري والملح الصخري وملح الالبان وملح المائدة والملح اليودي كل دي انواع املاح موجودة فين في السوق دي هتبتدي تعدرسها وحتعرف انسب نوع ان انت بتعمل منه عملية التخليل برضو نسبة الملح برضو الملح زي ما انت فيه شروط للمياه برضو فيه شروط للملح المفروض الملح عندك ما تزدش نسبة الشوق فيها عن 1% من ضمن الحاجات والشروط بتاعت الملح برضو الملح لابد انه هوا يكون خالي من عنصر اليود لان لو في ملح في يود وعملت بيمخلل اي مواد نشوية حيتفعل اليود مع المواد النشوية وحد بص تلاقي هيكون لك لون ازرق طب وده طبعا غير مرغوفي ممكن برضو ما يحتويش على عنصر الحديد بيعمل برضو لون اسود ما يحتويش عن عنصر المغنيسيوم يديك طعم مقابط ما يحتويش على الكالسيوم بيدي بقع الجيرية كل دي اسمها شروط الملح المستخدم في عمليات التخليل تخلي بالك كده هناخدهاك برضو هتعمل الشغل ده شغل الجوة المعمل هنخلي الحاجات كتيرة جدا هنخلي للخيار وهنخلي للجزر وهنخلي هعرفك ازاي تخلي للبصل وتخلي الليفت طبعا احنا بنشوف الصمار اللي موجودة في الفصل الدراسي التاني وإحنا بندرس وبناء انا بنجيب نجيب هذه الخامات ونبتدي نشتغل مع الطلبة فيها وبيبقى الطلبة سوعدة جدا هما بيعملوا هذه المنتجات طبعا نشوف كده مع بعض عندنا صفات الملح المستخدم وهي عندنا كمان اللي هي خطوات صناعة التخليل فيها عندك كمان هناخد اهم التغيرات التي تحدث اسناء عملية التمليح واتكلمنا التغيرات قلنا ايه قلنا زي ما احنا قلنا صبغة الفايتوفايتين وقلنا اللي هي المركبات اللي بتدوب في المياه بتدوب وتصعد كابرتيد الهيدروجين من الليفت والكرومب والارنبيت بعضو فساد المخليلات وطرق علاجها ودي من ضمن الحاجات اللي انا هقولك عليها دلوقتي بس احنا نتطارك بس نشوف ايه هي المقرر هيبقى ايه التدريبات العملية اللي احنا حناخدها زي ما انا قلتلك عندنا مثلا ايه عندنا حناخد تدريب عملية على تخليل اللمون المعصفر ودي كلنا بنعمله طبعا في المعامل وبيبقى انتاج بتاعها بيبقى مميز وعالي جدا برضو هنبص ناخد الزتون هنشوف الاصناف اللي هي بتصلح لعملية التخليل في عندك العجيزي برضو في عندك التفاحي دي بتبقى جميلة جدا في عملية التخليل برضو هناخد تخليل الجزر في العمل اللي احنا هنعمله هنشوف المتاح لنا ونبتدي نشتغل بيه برضو استخدام اجهزة الايدرومترات في قياس تركيز المحلول الملحي ازاي انا من خلال اعمل الايدرومتر ازاي انا استخدم اعمل عملية الاياس ازاي ايس وابتدي اشوف التركيزات بتاعت المحلول الملحي ازاي ارفعها وازاي ايس التركيز بتاعي برضو شايفين هنا زي ما انتو شايفين كده في عندك الخيارة هو بيبتدي يعملوله غسيل هو عشان خاطر هيعملوه مخلل خلي بالك مخلل الخيار ده لما بيجي يتعامل بتدفلو طبعا زي ما انا قلتلك كلوريد الكاسم ليه بيقولو عليا الشابة دي بيبتدي دي حتخليلك قوام الخيار ما يتعرضش للهار شايفين برضو الصورة اللي بعد كده بعض العاملات وهم والطلبة كمان بيعملوا مخلل اللمون وابتدي يعملوا عملية الغسيل وعملية الفرز شايفين هم لابسين الطائية فوق دماغتهم وحطين ماسك طبعا دي كلها ممارسات تصناعية جيدة عشان ما حصلش اي نوع من انواع الانواع التلوث طيب برضو قبل اما تطرق للوحدة السادة احب اقول حاجة برضو عن المخللات عندنا المخللات فيه قد يحدث لها بعض انواع الفساد فساد نعم فساد لو انت عملت حاجات انت لو ما زبطتش كزا حاجة لو ما زبطتش تركيز الملح وما زبطتش تركيز الحمض كل دي العاملين دول العاملين دول دول مهمين جدا 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 فيه عشان المخلل عندك يوصل بطريقة سليمة ايه ممكن العيب اللي ممكن يحصل للمخلل طب ممكن يحصل ايه يحصل انك ماشي للمخللات طيب ايه كماشي المخللات معناها ان انت زودت نسبة الملح زودت نسبة الملح عالي جدا وبالتالي حصل ان السمرة عندك كرمشت وده يعتبر عيب طيب عشان كده لابد ان انت تزبط التركيز انت ما بتيجي تعمل عملية تخليل ابتدي التركيز منخفض زي ما قلتلك بتوصل من 8 ل 10 وابتدي ارفع معا في بعض انواع كمان في حاجة اسمها هاري المخللات يعني هاري المخللات بص تلاقي المخلل تيجي تمسك وتلاقي مهاري على طول طب انت ما زبطتش ولا ملح ولا زبطت حمودة ما زبطتش الملح ولا الحمودة يعملك هاري للمخللات زبط الملح بتاعك وزبط الحمودة بتاعتك هتبصت تلاقي عندك ما حصلش هاري للمخللات عندك حاسس ان بعض انواع السمار هيصفها هارية او الانسجة بتاعتها بتبقى ضعيفة حط مادة كلوريدي الكالسيوم بنسبة 5 من 10% طيب انت خدت ده وخدت ده برضو في حاجة كمان ممكن تحصل ان بيحصل فيه رواصب في المخلل رواصب تبص تلاقي ان انت مهتمتش بعملية النظافة بتاعتها ومعملتش عملية البسترة فتبص تلاقي فيه رواصب فيه ساعات بيحصل ان جيوب غازية في بعض انواع المخلل يعني انت تبص تلاقي الزتون تيجي تشوفها كده تلاعمل زي السفنج زي السفنج انت التركيز الملح بيكون ضعيف وبيكون فيه حموضة برضو الحموضة مش مزبطة معاك وبالتالي عملت لك الجيوب الغازية اللي موجودة في عشان كده بقولك انت لابد ان انت تقيس تركيز الملح بالايدروميتر بطريقة صحيحة انت لما بتيجي تعمل مخلل انت بتاخد عينة من المحلول التخليل وتبتدي كل شوية بتقيس التركيز بتاعت وتشوف وصل لفين يبقى لابد ان انت بتعمل عملية متابعة جيدة اثناء عملية التخليل ما تقولش انا خللته وخلاص واسيبه على جنبي لا ده انت هتبقى فيه متابعة رائعة يعني مستمرة مستمرة بحيث ان انت ما يحصلش اي نوع من انواع الفساد وانت بتعمل عملية التخليل برضو في حاجة او في حاجة مهمة جدا بتحصل برضو نمو فطر المايكو ديرما على سطح المخلل ايه فطر المايكو ديرما ده ده نوع من انواع الفطريات حتبص تلاقي بتعمل طبقة بيدة كده على سطح المخلل طبعا ده بينمو في الظروف الهوائية انت اساسا ما استخدمتش شروط صحية صح فيه تلوث من البداية السمرة عندك ما تغسلتش كويس الظروف كانت هوائية الهوى شغال ما يفعش فيه تلوث انت علشان تتفادى هذا العيب لابد ان انت بتعمل ايه لابد ان انت بتعمل عملية بتعمل عملية بتحط طبقة زيت على سطح المخلل لما تيجي تحط طبقة زيت على سطح المخلل ده ان شاء الله بيعملك حاجة كويسة بيمنع نمو الفطريات على سطح المخلل تعالوا نشوف كده الوحدة الستة بقى اللي احنا اخدها الوحدة بتعمل ايه الوحدة الستة هتتناول برضو الاتي عندك اهداف الوحدة الستة عندنا اكساب الطالب كيفية حدوث فساد الغذاء هنتكلم عن أنواع الفساد بطريقة كويسة جدا بعد كده هنعمل عملية اكساب الطالب المهارة المحافظة على الأطعمة برضو من ضمن الحاجات اللي هناخدها في الواحدة الستة اكساب الطالب معارفة مظاهر الفساد بالعين المجردة مباشرة وحنعرف برضو في المنهج النظري الآتي هنعرف تعريف الفساد في الأغذية برضو وحنعرف مدى صلاحية بقاء الأغذية بدون تلف وحنتكلم برضو عن أنواع الفساد اللي هي هتبقى نوع فساد طبيعي وعندك فساد كيميائي وفي عندك الفساد الحيوي كل دي هناخدها بالتفصيل طبعا برضو هناخد التسامم الغذائي وأنواعه ومسبباته وطريق التلافي وحناخد بعد كده جودة وسلامة الأغذية طبعا بالنسبة للحاجات اللي انتو خدتوها دي دلوقتي هي دي التلات وحدات إن شاء الله اللي هنتطارك لها بشيء من التفصيل إن شاء الله طبعا أكيد انتو وعرفتو الفصل الدراسي التاني بيتناول إيه وحتبقى المادة العلمية سهلة وجميلة وشيقة لجميع أدناء الطلبة أتمنى من الطلبة والطالبات مزيدا من التقدم والنجاح إن شاء الله على أمل اللقاء بكم في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة